اهلا بيكم الجمهورشة في الفيلم اتصدم فيلم سيء السمعة اتصور في لبنان لرجة ابوازة والغريبة ان رجة ابوازة رفع قضية للمنع عرض الفيلم ده تعالوا نعرف التفاصيل ونعرف ايه حكاية الفيلم ده يلا بينا ندخل في التفاصيل بسرعة بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك واتفعلوا الجرس على الكل عشان يومصاركوا كل الاشعارات اول لما الجمهورشة في الفيلم ده اتصدم رجة ابوازة بصوت تاني خالص ايه الحكاية ده الصورة صورة رجدي والصوت صوت تاني خالص الناس اللي شافت الفيلم قعدت تسأل هو ده ايه في الفيلم ولا ايه الحكاية الناس فضلت فترة مش عارفة ايه اللي حصل لحد ما جيه رجة ابوازة وعمل خطوة كشفت للناس الحكاية كلها رجة ابوازة زيه زيه الجمهور اتصدم هو كمان وقرر رجة انه يرفع قضية عشان يمنع الفيلم ده من العرض وده كان بحجة انه بيسيق لسمعته رغم انه بيشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم ودي كانت حالة مش مسبوكة قبل كده على الصحة الفنية ان فنان يرفع قضية عشان يمنع فيلم هو وقام بطولته عايز اقولكم ان الفيلم ده هو فيلم الضيوع الفيلم ده اتصور معظم مشاهده في لبنان وشارك فيه غصة مطر ونادي الجندي وساميرا احمد وناهت شريف لكن رغم كل النجوم الكبيرة دي اللي شاركوا في الفيلم رجة ابوازة برضو رفع دعوة مستعجلة اللي مانع عرض الفيلم وفي سنة 1972 رجة ابوازة حصل على حكم من المحكمة بوقف عرض الفيلم ده وسحبه من سين مديانة لانه بيسيق لسمعته لانه صوت رجة ابوازة اتعمل دبلاج بصوت الفنان اللبناني محمود سعيد وكتير من الناس اللي شاهوا الفيلم ده استغربوا وملقوش تفسيل الحكاية دي زي ما قلنا موزع الفيلم حقق مع الممثلين عشان يعرف هو المنتج عمل كده ليه هل عشان يهرب من القصة الاخير ولا هو اضطر لكده عشان الفنان رجة ابوازة كان في حالة غيبوبة تمة نتيجة الافراد في الشرب وده كان بيظهر في صوته للأسف لكن في النهاية وبعد الاخد والرد اتمنع الفيلم من عرضه في مصر الفيلم كانت احداثه بالدور حوالين صحف شاب مهتم بالشباب الضيع في الملاهي الليلية وبينتقد المليونير اللي بيقوم بدوره رجة ابوازة وهو راجل بتاع ستات المليونير ده بيحاول يضغط على الصحف عشان ما يجيبش سيرة عنه ومن ناحية تانية الصحف بيرتبط بعلاقة حب مع ممرضة لكن مش قادر تجوزها بسبب مرض اخته احداث الفيلم بتتولى في اطار اجتماعي مؤثر الفنان رجة ابوازة عمل افلان كتير وتصورت في لبنان وكلها غلب عليها طابع الجراء زي فيلم اعظم طفل في العالم اللي عملته ميرفت امين مع الفنان رجة ابوازة واتمنع برضه من العرض لكن المرة دي كان من الرقابة بسبب مشاهده الجريه معظم الافلام اللي تصورت في لبنان كانت بتتصنف على انها افلام تجارية هدفها المكسب المادي بس ده كمان غير انها كانت بتحتوي على مشاهد ساخنة وده اللي خليها تحت شعار للكبار فقط خاصة في فترة التسعين وللأسف هدف كل الافلام دي كان المكسب المادي بس لانها ما كانتش بتحمل اي قيمة فنية ومن ضمنهم فيلم الضيئة وفي النهاية بقى مصيره زي افلام كتير للفنان ورشد ابوازة ممنوع من العرض لكن طبعا ده ما ينفيش انه قدم لمكتبة السينما المصرية مجموعة فنية من الاعمال زي الرجل التاني واسلاميا لحد دينا نكون خلصنا حلقاتنا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الاشتراك قبل ما مشي أسابكم في رعاية اللواء امن وحفظه والسلام عليكم باي باي ترجمة نانسي قنقر